هنا السؤال هل يا ترى السيسي ما كانش عارف زي حكام مصر من اول احمس لحد مبارك ان غزة امن قوم المصر لو مش عارف يبقى احمس عارف هل السيسي مش عارف ان القاتل والدمار اللي بيحصل في غزة وخانق الغزوية ومعاملة شعبها كحيوانات ملهاش تمن هيأثر على مصر والامن القوم المصري لو مش عارف يبقى احمس عارف خلينا نسمع مين اللي قال لا ماء لا كهربا هنحارب حيوانات بشرية ونتعامل معهم على هذا الاساس عارف مين اللي قال الجملة دي الهم بارح وزير الدفاع الاسرائيلي تضل نحن مطلين لقد امرت بفرد خصار كامل على قطاع غزة لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود كل شيء مغلق نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقا لذلك السمة الاساسية في كل جنرالات الاسرائيليين هي الحمق الحقيقة الجنرالات الاسرائيليين بيتمتعوا بدرجة من الحماقة اعيت من يداويها وهقولك ليه دلوقتي لانه ببساطة جديدة جدا مشه ديان وده الجنرال الاعظم في تاريخهم العسكري بعد حرب سبعة وستين يعني خريته العزة بالإثم كده وقال لا وجود تاني وخلاص مصر ملهاش قيامة تانية وجاءت تلاتة وسبعين اخد علقة على افاة وكان الدين هايته وقال السادات كلمته المشهورة انتهى دورك يا ديان للابد وقد كان انتهى دور مشي ديان اللي كان متعنطز قوي بعد سبعة وستين هذا الجنرال الاسرائيلي بيقول بنفس النص وبنفس طريقة مشي ديان ان احنا هنقطع عنهم المية والكهرباء والكل حاجة وهنعملهم كأنهم حيوانات حيوانات يعني نقطعهم هو ده مشي ديان ده بقى ده كانت متعنطز وغدال عزة قوي بعد تلاتة وسبعين دوره انتهى وإلى الأبد وختم حياته العسكرية بعلق سخنة جدا وعلم عليه القادة المصريين نفس القصة ونفس الغلطة بيكرارها وزير الدفاع الاسرائيلي انا من هنا بسأل السيد وزير الدفاع الاسرائيلي ولما انت تتعاملهم كحيوانات بشرية ساعة ما يعملوا معاك عمل تاني او يغضوا منك اسرى بلغوا تقريبا متين هتناشد فيهم الانسانية ازاي لما اللي انت بتقول عليهم دول أهالي غزة هتعاملهم كحيوانات بشرية وبعدين يردوا عليك رد ما هم حيوانات بقى رد غير آدمي كيف تناشد فيهم الادمية والانسانية كيف تحملهم مسئولية ترويع الامنين من اسرائيل او قتل اطفال هتحملهم ازاي المسئولية لما انت وصفتهم بانهم حيوانات يعني اذا مسكوا اطفال اذا روعوا آمنين اذا ضربوا جوه اسرائيل اذا عملوا اي شيء انت شايف انه مش انساني كيف تناشد فيهم الانسانية هل ممكن اسد جعان ينطلق على مجموعة من الناس وهسميه او اناشد فيه الانسانية والطيبة والقلب ما انت نزعت عنه الانسانية هي نفس الصلافة ونفس الحلفنة ونفس الحماقة اللي بتنتاب بعض جنرالات اسرائيل زي اريل شارون زي مشه ديان زي غيرهم كتير قوي هذه النبرة ترضي اليمين الاسرائيلي وترضي ايضا المتغطرسين في العالم من الزعماء الاجانب يعني لكن ترضي مين انت هتفضل مع واحد انت حطيت ظهره في الحيط يعني الواحد ده يا قاتل يا مقتول فاذا انفجر ما تنجد جوز باسم الانسانية انه يتحلى بروح الانسانية ما تكلموش كده خلاص انت قطعت اخر ورقك معاه الجواب ايوه هل السيسي عارف ده هل السيسي يعلم هل السيسي كان يعرف ان اسرائيل هتتهاجم او ان اسرائيل هترد بالشراصة دي هل السيسي عارف هل السيسي بيشتغل لصالح الامن القوم المصري لا السيسي الحقيقة اختار الوقوف ضد مصالح مصر وامنها القومة واحد يقول لي انت عايزنا نحارب اسرائيل اقول لي مستحيل انا لا ادعو الحرب لكن في فرق بين الحرب والتفريط في فرق بين الحرب وانك انت تبيع في الف طريقة وطريقة انك انت تفك عن غزة مش حبا في غزة اعملها يا سيدي درقا لأي مشكلة بينك وبين الشعب الغزاوي اللي هي اصلا داعم لامنك القومي في مليون طريقة كان يعملها السيسي كان يقدر مثلا انه يعمل زي مبارك كده ويحذر الاسرائيليين من سياستهم انها هتجعل العرب يكرهوها ممكن كان ممكن يعمل زي مبارك ومايفجرش الانفاء لكن ده السيسي بقى وصلت بيه مش بس انه واخد الطرف الاسرائيلي ولا بس فجر وديق الخناء على الغزاوية وبنا كمان صور لا ده راح يحذر اسرائيل من العملية الاخيرة دي قبل بدايتها في سلوك ما يعملوش الا شخص بيشتغل لمصالح اسرائيل مش انا اللي قلت الفضيحة نشرت رسمي ادل اسشايت بريس اسرائيل تجاهلت تحذيرات السيسي وقال مسؤول في المخابرات المصرية ان مصر التي تعمل في الكثير من الاحيان كوسيط بين اسرائيل وحماس تحدثت مرارا وتكرارا مع الاسرائيليين حول شيء كبير دون الخوض في التفاصيل واضاف ان المسؤولين الاسرائيليين يركزون على الضفة الغربية وقللوا من شأن التهديد القادم من غزة وتتكون حكومة نتنياهو من انصار المستوطنين اليهود في الضفة الغربية الذين طلبوا بحملة امنية في مواجهة العنف المتزايد هناك خلال الاشهر السمانية العشر الماضية لقد حذرناهم من ان الانفجار للوضع قادم وقريبا جدا وسيكون كبيرا وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لانه غير مخول له بمناقشة محتوى المناقشات الاستخبارية الحساسة مع وسائلها لقد قللوا من شأن هذه التحذيرات وتطلع الصحيفة الاسرائيلية تقول بالاسم مين اللي حذرهم مين اللي قال لإسرائيل انه في عملية هتحصل قريب وكبير قوي خلي بالكوا بقى حضرات السادة للناس اللي لسه شكة اذا كان أشرف مروان بلغ إسرائيل بمعاد 6 أكتوبر ولا لأ إسرائيل طلعت قالت بالوسائق إن أشرف مروان بلغهم بمعاد حرب 6 أكتوبر ولكن إسرائيل ما خدتش البلاغ بشكل جدي فأشرف مروان مات فظهر بقى أشرف مروان جديد أشرف مروان سموه الإسرائيليين الملاك لكن يبدو إن إسرائيل لها ملاكة كتير قوي اللي بلغ إسرائيل بالقصة دي الملاكة الجديد عباس كامل سيبك من الدهب والترامدول وحاجات دي عباس كامل هو الملاكة الجديد لإسرائيل الرجل الذي يقوم بدور أشرف مروان اسمع كده الصحيفة الإسرائيل بتقول إيه؟ اسمع إسرائيل هذه الصحيفة الإسرائيل دي بتقول مصدر مصري وزير المخابرات عباس كامل حذر نتنياهو من شيء كبير في غزة رئيس الوزراء كذبه الافتراضي هو أكبر من ذلك كشف بحسب مصادر في المخابرات المصرية فإن وزير المخابرات عباس كامل اتصل برئيس الوزراء قبل عشرة أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس وحذره من شيء غير عادي من اتجاه غزة وبحسب المصدر فإن نتنياهو أبلغه بأن الجيش الإسرائيلي وأضاف المصدر المنغمس في التعامل مع الإرهاب في إسرائيل اندهش كامل من اللامبلاء التي أبداها نتنياهو دي يا حضرات صحيفة إسرائيلية بتقول بالنص كده أن عباس كامل قبل عشر تيام حذر نتنياهو من عملية كبيرة في غزة عمل ضخم جدا هيحصل تخيل عباس كامل بيلعب دور أشرف مروان في حرب أكتوبر وبيبلغ الإسرائيليين بأسرار العملية أو بإن في عملية تحصل ترجمة نانسي قنقر